بسم الله الرحمن الرحيم إخواني مهندسي الشبكات في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب فيكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد في الفيديو الثالث والعشرين من سلسلة فيديوهات دورة النتورك بلس في هذا الفيديو رح نأخذ الأسئلة المتعلقة بالإصطار السادس للتسابق ونبدأ بقسم أسئلة الريتن لابة والأسئلة التحريرية ونبدأ بالسؤال الأول واللي بيقول أذكر بعض المزايا الموجودة في العناوين المنطقية الإصطار السادس التي تتفوق على العناوين المنطقية في الإصطار الرابع الجواب أهم نقطة هي توفير عدد كبير من العناوين في الإصطار السادس مقارنة بالإصطار الرابع هذا بالإضافة إلى بعض المزايا الأخرى التي تعتبر جانبية مثل عدد الحقول وحجم الإصطار السادس أقل من حجم الإصطار الرابع بالإضافة إلى احتواء على عدد من الأمور الخاصة بالحماية ولكن كل هذه النقاط تعتبر جانبية مقارنة بعدد العناوين التي يوفرها لنا الإصطار السادس السؤال رقم 2 ما الذي يعطي على العناوين المنطقية الإصطار السادس عدد كبير من العناوين مقارنة بالعناوين المنطقية الموجودة في الإصطار الرابع الجواب هو أنه من خلال حجم العنوان المنطقي الإصطار السادس وذلك أن حجمه هو 128 بيت يتم تقسيمه على ثمانية خانات مقارنة بالإصطار الرابع والذي بحجم 32 بيت تنقسم إلى أربع خانات وبالتالي هذا الحجم يعطينا عدد كبير من العناوين مقارنة بالإصطار الرابع السؤال الثالث ما هو إصطار أو إسم بروتوكول التوجيه والذي يتم استخدامه في الإي بي الإصطار السادس طبعا المطلوب هنا بروتوكول التوجيه اللي هو الرب فما هو الإصطار أو إسم بروتوكول الرب الذي يعمل في داخل بروتوكول التي سي بي آي بي الجواب هو الرب والرب هو اختصار لراوتينج انفورميشن بروتوكول نيكس جينيريشن عندنا ثلاث إصطارات للرب الإصطار الأول والإصطار الثاني وكلاهما يعملان ضمن التي سي بي آي بي الإصطار الرابع أما الريبينج واللي هو الراوتينج انفورميشن بروتوكول نيكس جينيريشن ويعتبر الإصطار الثالث وهو يعمل ضمن التي سي بي آي بي الإصطار السادس السؤال الرابع بيقول ما هو إصطار أو إسم الأوس بي اف والذي يتم استخدامه في داخل التي سي بي آي بي الإصطار السادس الجواب هو الاس بي اف الإصطار الثالث والاس بي اف هو اختصار لـ Open Shortest Path First الإصطار الثالث السؤال الخامس السؤال الخامس يقول ما هو رقم الإصطار أو إسم الإي بروتوكول التوجيه الإي آي جير بي والذي يتم استخدامه ضمن الإي بي الإصطار السادس الجواب رح يكون الإي آي جير بي الإصطار السادس السؤال السادس هل يوجد أو هل هناك وجود للإصطار الخامس؟ ويعتبر سؤال ذكي لو فكرنا فيه فإحنا لدينا الإصطار الرابع ويفترض لما يجي إصطار جديد أن يكون متسلسل فنقول الإصطار الرابع وبعده الإصطار الخامس فلماذا تم القفز من الإصطار الرابع إلى الإصطار السادس؟ الجواب نعم يوجد إصطار خامس وكان يطلق عليه إنترنت ستريم بروتوكول ولكن أثناء إنشاؤه ظهرت أو ظهر لنا الإصطار السادس والذي تم ظهوره أثناء الإصطار الخامس والذي كان متفوق طبعا كان الإصطار السادس متفوق على الإصطار الخامس لذلك تم استخدام الإصطار السادس بدلا من الإصطار الخامس والإصطار الخامس فعليا ما تم تطبيقه في الحياة العملية وإنما تم تطبيقه في المعامل العلمية ولم يتم تطبيقه على الحياة العملية السؤال السابع بيقول كم عدد العناوين التي يوفرها لنا الإصطار السادس مقارنة بعدد العناوين المنطقية التي يوفرها لنا الإصطار الرابع الجواب حجم الـ IP الإصطار السادس هو 128 بيت مما يوفر لنا عدد عناوين أكثر من 3 تريليون 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 عنوان أما حجم الـ IP الإصطار الرابع فهو 32 بيت مما يوفر لنا عناوين أكثر من 4 مليار عنوان السؤال الثامن ما هي عملية النقل من عناوين الإصطار الرابع إلى الإصطار السادس عملية النقل أو عملية التحويل فيما بين الشبكات المختلفة ما المقصود فيها عملية النقل فيما بين الشبكات التي تعمل بالإصطار الرابع والإصطار السادس الجواب وهي عندما يكون لدينا شبكة أو مجموعة شبكات تستخدم نظام العنوان المنطق الإصطار الرابع ونريدها أن تتصل بشبكة أو مجموعة شبكة تستخدم نظام العنوان المنطقي للإصطار السادس عندها نستخدم عملية التحويل فيما بين الإصطار الرابع والإصطار السادس والعكس السؤال التاسع بيقول ما هي أنواع عنوين اليونيكاست طبعا في الإصطار السادس الجواب عندها رقم واحد link local unicast address وهي تعادل العنوين التلقائية وهي يتم إنشاءها من خلال أجهزة الكمبيوتر وهي تعادل الأبيبة في الإصطار الرابع وهي التي يقوم الجهاز في الشبكة بإنشاءها تلقائيا دون تدخل من مهندس الشبكات النوع الثاني وهي الunic local address وهي العنوين المحلية طبعا التي يتم عنوانة الأجهزة فيها ولكن لا يمكنها أن تتصل بشبكة الإنترنت النوع الثالث وهي global unicast address وهي التي يتم استخدامها لكي تتمكن الأجهزة من الاتصال بشبكة الإنترنت السؤال العاشر بيقول عنوان البث المتعدد اللي هو ff02 double colon a ماذا يتبع؟ الجواب هو تابع لبروتوكول الإي آي جيربي إصطار السادس وهو يعادل 224.0.0.10 في الإي آي جيربي عندما كان يعمل في داخل تي سي بي آي بي الإصطار الرابع ننتقل إلى الـ review questions أو أسئلة الخيارات والمراجعة ونبدأ بالسؤال الأول السؤال الأول بيقول ما هو من التالي هو صحيح عندما نصف الـ anycast؟ الجواب راح يكون الخيار c والخيار c يقول هذا العنوان يحدد عدد من المنافذ والـ anycast packet يتم إيصاله إلى عنوان واحد منها وهذا العنوان يطلق عليه واحد إلى واحد من أو يطلق عليه one to one واحد إلى واحد من أصل عدد متعدد أو يعني نقدر نقول من أصل أكثر من واحد الـ anycast هي فكرة تقنية جديدة موجودة في الـ TCB IP الإصدار السادس وهي فكرتها أنه لو عندنا أكثر مثلا من سيرفر أو سيرفر مثلا يقدم لنا خدمة وهذه الخدمة ضرورية ونحن نحتاج أن هذا السيرفر يظل يعمل بشكل مستمر ولا ينقطع عن آداء الخدمة لعملاء الشبكة فوقتها ممكن نحضر أكثر أو نقوم بإنشاء أكثر من سيرفر في الشبكة مثلا ثلاث سيرفرات ونعطيها كلها نفس العنوان المنطق للإصدار السادس والأجهزة كل جهاز في الشبكة راح يتصل على السيرفر الأقرب إليه طبعا هذه راح توفر لنا أنه ما راح يحصل ضغط على سيرفر معين لأن الأجهزة راح تتوزع على الثلاث سيرفرات وفي حال أنه حصلت مشكلة للسيرفر معين وأصبح خارج عن العمل وقتها الأجهزة اللي كان بيخدمها راح تنتقل إلى سيرفر آخر موجود في الشبكة فهذه هي كانت فكرة الإني كاست ننتقل إلى السؤال الثاني وبيقول ما هو من التالي كنقطتين فيما يتعلق بعناوين المنطقية في الإصدار السادس ويعتبر صحيح الجواب راح يكون عندنا الخيار الأول اللي هو البي والبي بيقول التو كولنز اللي هي نقطتين نقطتين جنب بعض يتم استخدامهما لتمثيل الحقول التي تساوي من ناحية أو التي تتساوي من ناحية أن قيمتها أصفار لو كان لدينا حقول وكلها أصفار عندها يمكن نقوم باختصارها بالدبل كولن عندنا الخيار الثاني واللي هو الدي والدي بيقول المنفذ الواحد يحتوي على عدد من عنوين الآي بالإصدار السادس لأكثر من نوع من أنواع عنوين الإصدار السادس نعم المنفذ الواحد سواء كان لجهاز كمبيوتر أو لجهاز راوتر إلى آخره ممكن أن يحتوي على أكثر من عنوان تابع للإصدار السادس ويعملون في نفس الوقت على نفس كرت الشبكة الموجود على جهاز واحد السؤال الثالث بيقول السؤال الثالث بيقول ما هو كسطرين أو كعبارتين فيما يلي يتعلق بالإصدار الرابع والإصدار السادس كعنوين ويعتبر صحيح الجواب هو عندنا الخيار C الخيار C بيقول العنوان الإي بي الأصدار الرابع حجمه 32 بيت ويتم كتابته بطريقة الدسيميل اللي هي النظام العشري وعندنا أيضا الخيار D يعتبر صحيح والخيار D بيقول أن العنوان المنطقية في الإصدار السادس حجمه هو 128 بيت ويتم كتابتها بطريقة النظام السادس عشري واللي هو الهكسا ديسيميل واللي هو عبارة عن حروف وأرقام السؤال الرابع بيقول أي من التالي بروتوكولات سوف تقوم بالإعلان عن المسارات الخاصة بشبكات الإصدار السادس الجواب رح يكون عندنا البي اللي هو الريبين يعتبر هو الخيار الصحيح وذلك لأن الريب هذا بيعمل في التي سي بي آي بي الإصدار الرابع عندنا نوس بي إف الإصدار الثاني بيعمل أيضا في التي سي بي آي بي الإصدار الرابع والإي إي 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 السؤال الخامس يقول أي من التالي أو ما هو بروتوكول التوجيه التابع للإصطار السادس والذي يستخدم رقم المنفذ 251 من النوع UDP؟ الجواب هو أيضا الخيار A اللي هو أيضا الربينج الربينج يمتلك الكثير من الخصائص الموجودة في الرب الإصطار الثاني فكلاهما يستخدمان خوارزمية أقصر مسار وكلاهما يدعمان حتى 15 راوتر في الشبكة ويستخدمان الملتيكاست في عملية تبادل معلومات التوجيه فيما بين الروترات التي تستخدم الرب الفروقات تتمثل في التالي وهي أن الرب يعمل مع الإصطار الرابع والربينج يتعامل مع الإصطار السادس والرب يستخدم UDP port number 520 والربينج يستخدم port number 521 لتبادل البيانات وكلاهما يستخدمان بروتوكول نقل البيانات UDP وأخيرا الربينج يدعم نقطة البروسس ID وهو إنشاء أكثر من رب وكل رب يمتلك اسم خاص فيه وهذا الاسم ينترش فيه مجموعة من الروترات وهذه خاصية ليست موجودة في الرب الذي يعمل في TCB IP الإصطار الرابع السؤال السادس السؤال السادس بيقول أي من التالي من أنواع عملية التحويل والنقل فيما بين الإصطار الرابع والإصطار السادس عندنا الجواب الخيار A والخيار B لا مش بي C إذن عندنا الخيار الصحيح اللي هو الـ A والـ C كلهما يستخدمان في عملية التحويل فيما بين شبكات التي تعمل بعنوين الإصطار الرابع والشبكات التي تعمل باستخدام عنوين الإصطار السادس السؤال السابع وبيقول أي من التالي من أنواع إرسال البيانات في الإصطار السادس في الإصطار السادس أو في عناوين الإصطار السادس لدينا ثلاث طرق لعملية إرسال البيانات وهي الـ B المالتي كاست وعندنا الـ C اللي هي اليوني كاست وعندنا الـ D اللي هي إني كاست أما الـ Broadcast فكانت موجودة في TCB IP الإصطار الرابع وتم إلغاءها واستبدالها بالمالتي كاست في TCB IP الإصطار السادس السؤال الثامن وبيقول كم عدد الحقول الموجودة في عملية تغليف البيانات في الإصطار السادس واللي يطلق عليها IP Virgin 6 Header مقارنة بعملية تغليف البيانات الموجودة في الإي بي الإصطار الرابع واللي يطلق عليها IP Virgin 4 Header الجواب هو الخيار C لا خيار C طبعا غلط لا صح مظبوط إذن الخيار C مظبوط عندنا IP Virgin 6 عدد الحقول الموجودة فيه 8 حقول مقارنة بعملية التغليف اللي بتحصل في الإصطار الرابع وعدد الحقول الموجودة فيها 13 حقل السؤال التاسع بيقول عنوان البث المتعدد الإصطار السادس والمتمثل فيه FF02 يستخدم في ماذا؟ الجواب رح يكون الخيار A حيث يتم استخدامه لمراسلة جميع الأجهزة الموجودة في داخل الشبكة طبعا العنوان FF02 هو يعادل البرودكاست واللي هو الـ 255 الـ 255 الـ 255 الـ 255 هذا عنوان البث اللي كان موجود البث العام اللي كان موجود في TCB IP الإصطار الرابع تم استبداله بعنوان الملتيكاست FF02 دابل كولين واحد وهو عنوان ملتيكاست وعند إرسال أي جهاز بهذا العنوان عندها سوف يتم إرسال هذه البيانات لجميع الأجهزة الموجودة في داخل الشبكة السؤال العاشر بيقول ما هو بديل بروتوكول الأرب في الـ TCB IP نحن نتذكر بروتوكول الأرب وهو اللي كان بيقوم بإيجاد العنوان المادي أو العنوان المادي اللي هو الماك أدرس لعنوان منطقي معروف لكي نتمكن من إرسال البيانات إلى الجهة المستقبلة للبيانات تم استبدال الأرب ببروتوكول الملتيكاست نيبر وذلك لأن بروتوكول الأرب بيستخدم عملية البروتوكاست أما طبعاً وعملية البروتوكاست تم إلغاءها في الإصطار السادس فطبعاً تم وبالتالي تم إصطار الأرب ببروتوكول اللي هو الملتيكاست نيبر سوريسياشن وزي ما هو واضح من اسمه فهو يقوم بالبحث عن العنوان المنطقي بطريقة الملتيكاست اللي هي البث المتعدد واللي تم استبدالها طبعاً تم استبدال الملتيكاست كبديل للبروتوكاست السؤال الحادي عشر بيقول عنوان البث المتعدد للإصطار السادس اللي هو الFF02.9 يستخدم في ماذا؟ الجواب رح يكون الخيار به وذلك أن هذا العنوان بيتم استخدامه من قبل الراوترات التي تعمل باستخدام بروتوكول التوجيه الريبنج السؤال الثاني عشر بيقول ما هو من التالي عنوان إصطار سادس من النوع Global Unicast Address الجواب رح يكون الخيار A Global Unicast Address هي تعادل العناوين العامة التي كان يتم استخدامها في TCB IP الإصطار الرابع لكي تتمكن الأجهزة من أن تتصل بشبكة الإنترنت العناوين في Global Unicast أو العناوين العامة في الإصطار السادس بتبدأ من 2000 حتى 3000 فأي عنوان رح يبدأ بـ 2 أو 3 رح يعتبر من Global Unicast Address أي عنوان عام من خلاله ممكن الاتصال بشبكة الإنترنت السؤال الثالث عشر بيقول طيب السؤال الثالث عشر بيقول ما هو بديل السابنت أو السي آي دي آر في تي سي بي آي بي الإصطار السادس طبعا السابنت من خلالها يتم إظهار عدد مثلا الخانات التي من خلالها نعرف أن هذه الخانات تابعة لعنوان الشبكة وصي آي دي آر بتحدد عدد البت المحجوزة لأجل عنوان الشبكة تم استبدالها في التي سي بي آي بي اللي صار السادس بما يشبه السي آي دي آر بس اللهم اللفظة هي اللي تختلف اللي بتختلف أو طريقة لفظة بتختلف فبيطلق عليها بيرفكس البرفكس هي تعادل السي آي دي آر حيث من خلالها يتم تحديد عدد البت الخاصة بالشبكة واللي قيمتها باي ديفولت هي 64 64 لصالح عنوانة الشبكة و64 بت لصالح عنوانة الأجهزة في داخل الشبكة السؤال الرابع عشر بيقول ما هو من التالي صحيح في عملية اختصار العنوان الإصطار السادس اللي احنا شايفينه واللي يبدأ بالألفين طيب عندنا زي ما احنا شايفين ثمان خانات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمان خانات الخيار الصحيح رح يكون البي طيب ليش اخترنا البي طبعا فيه أخطاء فيه أخطاء من ضمنها أنه هنا لا ما فيه أخطاء صحيح صحيح الخيار بيه هو الخيار الصحيح بس الحين الواحد بيجي له حالات شك لأن العنوان طويل فلازم تدكك في الموضوع لحد ما تتأكد أن الموضوع صحيح طيب عندنا الألفين حيتم كتابتها ألفين الأصفار اللي على اليمين ما رح يتم اختصارها لأنها الأصفار اللي على اليمين لا يتم اختصارها وإنما الأصفار الذي على اليسار 1 2 3 4 رح يتنكتب كما هي عندنا هنا خانة الخانة تتكون من أربعة صفار ممكن أن نحن نحاولها إلى صفر واحد أو نختصرها كصفر واحد عندنا الخانة الرابعة تتكون من أربعة صفار اختصرناها إلى صفر واحد وبعد كذا عندنا خمسة ستة سبعة ثمانية حيتم كتابتها كما هي بعد كذا عندنا خانة خانتين كلها أصفار فتم استبدالها بالدبل كولين والدبل كولين فقط يتم استخدامها مرة واحدة بعد ذلك عندنا تسعة والخانة تسعة اللي هي الخانة الثامنة أمامها ثلاث أصفار على جهة اليسار فهذه الأصفار ممكن أن نحن نستغنى عنها ولا نقوم بكتابتها فيتم كتابة الرقم تسعة طيب الخيار A خيار خاطئ لماذا؟ لأن بمجرد النظر الدبل كولين مكررة مرتين وهذا يعتبر خطأ لأن الدبل كولين فقط تكتب مرة واحدة في العنوان وليس أكثر من مرة الخيار C أيضا يعتبر خطأ لماذا؟ لأنه ما اختصر العناوين الخاصة بالأصفار زي ما أنتم شايفين هذا ما يعتبر اختصار كتب الأربع أصفار كما هي وكان يستطيع اختصارها إلى صفر صفر وعندنا كمان الخانة الثامنة زي ما احنا شايفين ما قام باختصار الثلاث أصفار الموجودة على اليسار فتعتبر هذه عملية اختصار غير صحيحة فقط هو قام باختصار الخانتين إلى دبل كولين والخيار D خيار خطأ لماذا؟ لأنه أول خطأ يرتكبه هو أنه قام بمسح الأصفار الموجودة في الخانة الأولى التي هي الموجودة على اليمين والأصفار الموجودة على اليمين ققاعدة لا يتم حذفها أو الاستغناء عنها وإنما الموجودة على اليسار طيب السؤال إذن الخيار الصحيح منها هو فقط ال-B لأنه قام بعملية الاختصار بطريقة سليمة وصحيحة السؤال الخامس عشر بيقول أول رقمين من النظام السادس عشر يبدأ فيها عنوان ال-IB المالتيكاست فما هو؟ الجواب رح يكون ال-A وذلك لأنه عنوان البث المتعدد المالتيكاست في الاسطار السادس بتبدأ بحرفي ال-F السؤال السادس عشر بيقول أين يتم استخدام عنوان اليونيكاست لوكال أدرس؟ زي ما هو واضح من اسمها لوكال أدرس الجواب رح يكون ال-C حيث أن هذه العنوان يتم استخدامها لغرض أو في داخل الشبكة المحلية لكي تتمكن الأجهزة أن تتبادل البيانات فيما بينها البين على مستوى الشبكة المحلية السؤال السابع عشر وبيقول ال-Link Local Unicast Address أو عنوان ال-Link Local Unicast ما الذي أو ماذا تعادل في الاسطار الرابع طبعاً ال-Link Local Unicast Address بتعادل الخيار دي وهي تعادل وهي تعادل الأبيبة وهي العنوان التي تقوم الأجهزة بإنشاءها بنفسها السؤال الثامن عشر بيقول ما هو من التالي هو صيغة النظام العددي لعنوان ال-IP الإصدار السادس زي ما عارفين عندنا أنظمة عددية تكلمنا عنها للنظام العاشري النظام السادس عشر النظام الثنائي طريقة كتابة عنوين الإصدار السادس بتتم من خلال ال-Hexadisimal أو النظام السادس عشر والخيار بي هو الخيار الصحيح السؤال التاسع عشر بيقول أين تم نقل خانة الفراغمنت أوفست والفراغمنت أوفست زي ما احنا عارفين كانت خانة موجودة في تغليف ال-TCB-IP الإصدار الرابع وهي تعني تقسيم الباكت إلى مجموعة باكت أصغر لكي تستطيع الشبكة التعامل فيها تم نقلها في الاصدار السادس إلى ما يعرف بال-Extension Header وهي تغليف يعتبر أنواع من التغليف اللي هو الإضافي في حال حاجتنا إليه وقتها ممكن استخدامه فتم نقل خانة الفراغمنت أوفست إلى ال-Extension Header السؤال العشرين بيقول ما هو بديل خانة الأوبشن في ال-IP الإصدار السادس طبعاً هذه خانة الأوبشن كانت تعتبر خانة إضافية كممكن نستخدمها ممكن نفاعل عليها بعض التقنيات مثلاً زي ال-IP Security اللي راح نتكلم عنها في الحماية فكانت تعتبر لتفعيل أشياء إضافية نريد تفعيلها في تغليف ال-IP في الاصدار السادس تم حذفها ونقلها للخيار C اللي هو ال-Extension Header وهذا ال-Extension Header هو للنقاط اللي تعتبر إضافية ونريد إضافتها إلى تغليف الاصدار السادس ال-IP أو تغليف الطبق الثالث الذي يعرف بالبكت إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو وعلى أمل أن ألقاكم في الفيديو القادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة